عندي سالفة في موضوع الفضفضة أعرف شخص كان في يوم من الأيام يحب يتكلم أو عنده مجموعة هو يستشيره لكنه كان كتابا مفتوحا مع بعضهم كان يستشيره في كل صغيرة و كبيرة حتى كون صورة ذهنية سلبية عن نفسه عند هؤلاء لأن الفضفضة غالبا تكون عن مشكلات تكون عن أشياء هموم تكون عن أشياء خاصة فلما ناجي يقول لواحد والله أنا صار لي مشكلة مع مديري في العمل والله أنا المكان اللي عملت فيه و صرت أكثر من موضوع في العمل أخذ صورة ذهنية عني أني إنسان فوضوي في العمل ولا أصلح مع أنه في الحقيقة أنا غير ذلك لكني كثرت طرح الموضوع لهذا الرجل جعل هذه الصورة وصل الأمر إلى أن هذا المستشار رغم قرب من هذا المستشير يعني صار هو حجر عثرة له في أي ارتباط عملي يطلب من هذا الرجل لأنه صار يقول للناس لا ما يصلح هذا عنده مشاكل هذا عنده من السبب في هذا؟ سبب في هذا في الذي فضفض له و قد جعل الله لكل شيء قدره فتح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر